شدد الرئيس السيسي على أهمية التحرك الجاد للمجتمع الدولي نحو التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وجاء ذلك خلال طلاقه اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تبادل وجهة النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة التطورات في الأراضي الفلسطينية حيث حرس رئيس الوزراء الياباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن كيفية تهدئة التصعيد في قطع غزة وظفة الغربية والجهود الرامية لتثبيت الهدنة الجارية والبناء عليها نحو الوقف الدائم لإطلاق النار كما تطرق الاتصال إلى الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإغاثية لأهل القطاع وأعرب رئيس وزراء اليابان عن تقدير بلاده لدور مصر وجهودها على مختلف المحاور ذات الصلاة بالأزمة الراهنة وبتعزيز الاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر